فيه توبك من كتر ما الواحد بيتكلم مع كلاينتس ومن كلنا بيتكلم مع ترينيز بنلاقي ان فيه ضعف عامة في السوق المصري فيه وهو موضوع البودشتينج يلا بينا نبدأ اول فيديوهاتنا في سلسلة المالية من بعيد كده وعلى استحياء حمد الله على السلامة لو عايز تعرف كل حاجة عن الفايننس حمد الله على السلامة انت مع رجاب سهل الخير انا اسمي مران مختار بزنس ترينر ان كونسولتنت وخريج الاكاديمية العربية للعلم والنقل والتكنولوجيا دفعة 2012 مالية ومحاسبة دي اول مرة اعرف نفسي بالطريقة دي لان انا دي حاجة مش كتير عافوا عني انا اصلا خريج اه بزنس ادبينستريشن اكاديمي ولكن خريج فايننس طيب يا مران دا انت بتتكلم في الاتش ار بتتكلم في الماركتينج والحمد له الاكسبرينس بتاعتي ايتش ار يا ماركتينج والاكسبرينس بتاعتي ما فيهش فايننس بس لازم يكون عندك فايننس بايسيكس وانا في سنة تانية الحمد لله انا واخويا انا واخويا عمر كنا بنحب جدا نجيب افكار على نات ومن وقت التاني كان في معيدة في التسويق ست في منتهى اللي احترام في منتهى الجمال وليها مني كل الاجلال والتقطير ولكن انا مش واخد اذن ان انا اقول اسمها فلا مقدرش اعمل ده ولكن الست دي كنت بروح اعرض عليها افكار هي كنت اصلا ماجر تسويق وساعتها قلت لي يا ماروان انت واخوك حاولوا تسويق احنا كان عندنا كذا ماجر في الكلية وكان ممكن يكون منهم تخص التسويق وانا بقى مانا الفكة بدأت تلعب في دماغي ورحت لمعيدة تانية كان بتديني انا فاكر او محاسبة شركات وانا بتكلم معها قلت لها والله ده ميس فلانة بتقولي ان انا ابدأ اروح الماجر ده برضو قوليها مني كل الاجلال والتقدير والله من علمني حرفا صنط فقالت لي يا ماروان افتكر ان التسويق انت ممكن لما تتخرج تاخد فيه ديبلوما لكن اقعد سنتين بتدرس مالية ما احنا كل 4 سنين منهم سنتين ماجر اقعد سنتين بتدرس مالية عشان المالية بح وبحر ما ينفعش لو مبتعرفش تعقوم فيه تعقوم في اي حاجة في البزنس الكلمة دي انا عرفت اهميتها بعد ما اشتغلت واستنين كمان لو انت عاجل HR ومبتعرفش تعمل بودجتنج ما تشتغلش لو انت عاجل متعرفش تعمل ماركتنج ومبتعرفش تعمل ROI او تثبت للرجل صاحب الفلوس ان احنا جبنلو عهد استثماري تشتغلش لو انت عاجل متعرف مشتريات ومش عارف يعني ايه NPV او نيت بريزن فاليو تشتغلش لو انت عاجل متعرف ادارات مشاريع ومش عارف يعني ايه internal rate of return تشتغلش حتي في منتقل همية الفاينانس هو رئيس الجمهورية الحقيقي للشركة الراجل السي او ما بيعافش ياخد خطه من اغير ما يكون السي اف او اف جنبه انا راجل فنيت عمري في الHR والماركتنج انا عندي 33 سنة وحاكم من 34 منهم اكتولي 13 سنة شغال HR ماركتنج ااااا وعمري ما انكرت اهمية الفاينانس الفيديو ده هو اول فيديوهات ده احنا بتتكلم في سلسلة كبيرة من الفاينانس من مصطلحات ومن بروسيس لازم يكون من افتاعملها اولهم البودجتنج طيب هل الفيديو حيكون مفاصل لا مش حيكون حاجه تقيلة وعنيفة عشان ما نبقاش دخلة تقيلة وعنيفة على الفاينانس ولكن احنا نتكلم في البيسيكس انت دلوقتي يا اما شغال مشاريع يا اما شغال بسنسز بس اللغبطة اما حتى لما جيت اقولها قلت كلمة بالعربي والكلمة بالانجليز لأي كنت قاعد مع احد صديقي من اسبوعين صديقي ده راجل ااااار اقوى مني بخام سنين كن مثل تسعة وتلاتين اربعين وهو راجل بعيدة عن الدراسه قال له كتير يعني�면اتما اخلص الباكالوريوس قست ً ائتا سنة центباشر سنة وقتدرس وبدأ تاخد المسترز في البزنس بتاعته يعني من ساعة ما خلص الباكالوريوس ما درست حاجة يعني دخلت 17 سنة 16 سنة ما بيدرس وبدأ ياخد الماسترز في البزنس بتاعته ولما أخده قلت له تخصصت ايه فيه تخصصت كتير جدا في الماسترز تقريبا 16 تخصصات وبياخده بعرضه من الأكاديمية العربية قلت له تخصصت اقدارة مشاريع صاحبي ده عنده 4 بزنس بسم الله ما شاء الله من عائلة غنية وهو بسم الله ما شاء الله نظيفة قلت له قدارة مشاريع ليه يا فلاني انا قلت مسلا ممكن يكون مسلا ندخل في حاجة ليه علاقة بالبروجيكت مانجمينت بالبروجيكت مانجمينت قال لي عشان ده شغل انا عندي مشاريع كتابة دارها تقول لا انت فهمت غلط تقول لا باش قدارة المشاريع اللي هي بالانجليش بتتكلم عن البروجيكت بتعريفه الأكاديمي مش بتعريفه المصري يعني بتعريفه الأكاديمي مشروع is a business endeavor that has a start date and has an end مش عارفه ال end بالضبط قبطة بس هزن end يعني زي ايه مشروع تقريب عن بترول مشروع بنعمارة مشروع تاتري سوفت وير حاجة ليها بداية ونهاية لكنها لما اجبت افتح مشروع دي منقولها بالمصري كده منقولها بالعرب كده بالمصري لكنت بتفتح مشروع انت بتفتح business طب ايه الفرق هو ده ادارة دي الادارة اه طبعا ادارة المشاريع البروجيكت مانجمينت دي ليها مدرسة وادارة البيزنس دي لها مداز ثانية خالص وأنت في المشروع انت بتدير بشكل مؤقت في أول والآخر حتى ععد ثلاث سنين حتى ععد خمس سنين لكن في البيزنس ده مكملة في احنا واحد من الحاجات اللي بندرسها إزاي تدير البروجيكت وإزاي تدير الابريشن طيب احنا النهاردة جان لكلم عن البدجتينج في ايه النهاردة جان لكلم عن البدجتينج في المشروع مش هنكلم عن البدجتينج في الابريشنز والحاجة المتكررة يعني انت النهاردة لو HR او لو purchasing او لو marketing مش احسن النهاردة تقعد اسمع الفيديو ده لكن لو انت راجل مدير مشروع او بتبدأ تاخد مشاريع مأولات او بتبدأ تاخد مشاريع تطوير software او بتبدأ تاخد مشاريع من اي نوع ان شاء الله يكون تصوير فاحضتك ده النهاردة الكلام لك ازاي بنعمل budgeting في المشروع ازاي لو انا عندي مشروع اولا انت عناخد مشروع ان انا قررت اتخبط في عقلي واقع ده ابني مركب في اجمل من كده انا جبت حاجة ازاي بخشب والخشب ده حاجة بغيرها وبتاع وحاعد ابني مركب كده تكون اتنين متر في تلاتة متر حاجة تحط عندي في الصالة بحيس ان انا تخنق وانا ومراضي فيها بشكل طوال تقول لي انها من هنا القرف اللي انت عامل ده وبتاع وانا ده مهتمة جدا بالفن اللي انا حعمله واجه والدي قال لي مرون هيكلف كده من مشروع ده قلت له حلو يا باب والله يسأل كويس يا باب قلت له مش عارف قال لي طيب ما تعرف يا باب قال لي هتعرف ازاي قلت له مش حق ده عارف تكلف المشروع ده غير لما اعمل Work Break Down Structure WBS Work Break Down Structure يعني ايه Work Break Down Structure Work Break Down Structure هو ان حداك تبدأ تشوف كل ما راح للمشروع واتقسمها لسبتاسكس واتقسمها للمشروع يعني مراحل مشروع بنقل المركب الصريح يبقى فيه اربع مراحل اول حاجة الديزاين اتنين مشتريات تلاتة التجميع اربعة التفنيش المشتري دي هتشتري ايه هتشتري خشب وغرة ومصامير اوكي فمشتريات الخشب دي هجيبها منين وبكام والنقل ازاي انت قصدك ان Work Break Down Structure ده هو ان انا قسم project phases وتحت كل phase ابدأ اشوف ايه اللي حيتعمل تحتها من taskات وتحت كل task اجيب ايه سب تاسك تعمل تحتها وتحت كل سب تاسك ابدأ اجيب elements لو فيه مصطر بعديها اوكي طيب مده ممكن ياخد مني وقت باشا ال PMI او project management institute او الادارة او اكبر مؤسسة في العالم بتتكلم في ادارة المشاريع عاملة لإقدارة المشاريع 49 عملية منهم 24 يا مؤمن في planning يعني هو بيقولك ان planning ده اهم حاجة في الدنيا وان انت project well planned is a project تقريبا اتعامل صح لو انت عملت مشروع تخططه قويس فانت كده خاص المشروع بتاعك بيخلص يعني يعني انت بطوله ما انا مش حاين فيها عمل budgeting المشروع غير لما اكون عارف بالزبط ايه المحل اللي فيه تحت كل محل ايه اللي هيتعامل وحنبدأ نعملها ازاي عشان ابدأ اجيه احاول ده لفلوس اه طبعا روانو انا هجيب ده ازاي مفيش لو حتاك بتبص على السوق وتبدأ تجيب اسعار السوق اللي موجودة وتبدأ تحط هامش للإنفليشن او للتضخم لو انت مشروع هيتأجل شوية بس كده لا ببقى فيه amount reserve ما تخافش لو انت مشروع هيكلف مليون مثلا بتقول ان هو هيكلف مليون لأ هيكلف مليون ومتين لان انا حاطت مثلا عشرين او عشر على حسب ال policy اللي في الشركة طيب بس كده نقطة اخيرة واحد من المصطلحات اللي افوت تكون عارفها في finance هي حتة ال cash flow خد بالك ان احنا عايشين في وقت الفلوس لها ثمن معنى ثمن الفلوس ده ان انا لازم اكون حاسب بالزبط الفلوس هتجيلي امتى عشان تبقى ماشية مع ال budget اللي انا حاطتها يعني ما تبقاش ال budget دي صماء ما يبقاش الموضوع ده هتكلف اثنين مليون جنيه لأ عايزك تقولي الموضوع ده هتكلف حتى عشرين الف جنيه هتحتاج لعشرين الف جنيه امتى عشان اعرف امن مصادر جايبان الفلوس دي انا ناتشل دي كانت introduction عن budgeting وانه ده اتكلم عن مشاريع والمهار الجاية ان شاء الله هنتكلم في ال budgeting لل operations لو ال content عجبك افتك ان احنا بنزل content مختلف على فيسبوك ولينك كده وتكتوك وانستجرام please share it مع حد يكون interested فيه هشوفكم على خير ودام بتطوروا اشتركوا في القناة